اشتركوا في القناة بتوجيه الضربة الجديدة مجددا التأكيد في حديث تلفزيوني ان سياسة حكومته تكمن في منع انتقال الاسلحة التي تشكل خطرا على بلاده لأيدي حزب الله ومن وصفها بالجماعات الارهابية الاخرى مسؤولون عسكريون اسرائيليون اضافة الى وزير الدفاع قالوا ان هناك خطوط حمراء حول حصول سوريا على تلك الاسلحة الاستراتيجية المتطورة مثل ياخونت والثلاثمائة وامكانية وصولها الى حزب الله اسرائيل وسوريا معنيتين بمواجهة مباشرة ولذلك كل الطرفين لا يعترف بالعمليات التي تقع في سوريا تهديد اسرائيل المستمر باستهداف اي اسلحة متطورة ترى فيها خطرا على امنها الاستراتيجي لا يخلي مسؤوليتها عن القيام بالعملية الاخيرة لكن نفي تلك العمليات يبعد الطرفين السوري والاسرائيلي عن المواجهة المباشرة حسب المعلومات اللي باغذة في الجرائد كان مخزون لصبريخ ياخون اللي هي صبريخ استراتيجية اسرائيل ما بيدهاها تكون موجودة في المنطقة من مرة بسبب حقول الغاز التبيع في البحر المتوسط ومن هون إسرائيل إذا صحيح أنه إسرائيل هي لدربات أنا مش متأكد بس إذا صحيح فهذا السبب كما في كل مرة تبدأ وسائل الإعلام الغربية بتحميل إسرائيل المسؤولية عن استهداف سوريا ويبقى الصمت الإسرائيلي سيد الموقف ليتأكد بعدها أن إسرائيل تقف وراء مثل تلك العمليات والذريعة دائما حماية الأمن القومي الإسرائيلي لا تزال إسرائيل الرسمية ممتنعة عن أي تصريحات بشأن قصف المواقع السورية لكن أصابع الاتهام تشير إلى أن لإسرائيل مصلحة كبيرة في استهداف مخازن السواريخ المضادة للسفن في اللاذقية سامي أبو ديابروس اليوم القدس